نحن نحكي عن غير تعديلات خاصة بالأدوار السياسية هلأ اليوم إذا رجع حزب الله من بعض الانتخابات وقال لكم أنه أنا ربحت عندي أكترية وعندي مشروعية من كل الطواقف اللبنانية والدديل أن حلفاء هم مسيحيين ودروز وسنة يعني بفهم سؤالك إذا بيقبلوا حلفاء اللي حيشكلوا له هنا الأكترية أنه ننتق المناصفة المسلسية يعني أنه الموقف خليوا علنوا حلفاء هلأ أنه هن بيقبلوا هذا الموضوع بفوتوا على المسلسة هذا الموضوع المطروح من السابق شو تعديل دستور يعني عم تحتي تعديل أحجام يعني شو بدون يعملوا هناك بعض يتحدث عن تعديل أحجام وفي بعض يتحدث عن تعديل وظائف بناعمل مجلس الرئاسي يعني بنغير طائفة الرؤساء بناعمل الشيوخ خليوا علنوا شو بدون شو تعديل دستور يعني نحن بعدنا مؤمنين بالمناصفة من روحية المصالحة اللي عمل لها بالجلال المؤمنين ومستمرين بهذا الموضوع إلا إذا فيه فريق بديه يغير المناصفة يعني أنزلي هو حلفاءه هنا يعني الوزير جبران بيسيل حكي أكتر من مرة عن تعديلات دستورية مش مثالة حكي عن تعديلات دستورية ضرورية سماتها خاصة بس يبلش يحكولك على الدولة المدنية بقية سمعيا عن مركزية الإدارية الموسعة المالية بقية سمعيا عن تخابات رئيسة الجمهورية على إذا بدك مرحلتان مرحلة هاك كل هادي إذا بدك فولكلور ده مش تعديل دستور بقية تعدل الدستور بقية تعدل دستور باتجاه دولة الحداثة المواطنة يعني بقى نطلع شوية شوية بنحسابتنا الطائفية المذهبية ما فينا نبني بلد وبعدنا أسرع انتبهتنا الطائفية المذهبية عيب صورنا بالقرن بقى عرشق داي وبعدنا عم نحكي حصة السنة وحصة الدروز وحصة المسيحيين وحصة الشيعة عيب هيدا معيب صار كل تفكير مربوط بالحصة وبالسلطة والوصول للسلطة لأنه قريت أنا سمعت شو نحكي أنه هيدا بتخلقوا عبركب شي عقياس الواحد ما فينا نركب دستور عقياس ناس الدستور بيركب عقياس بناء وطن بناء بيركب دستور عقياس بس لا انت تعطيني مثلا شو نطرح بتعديل دستورية بقى ريتون ريتون تعديل دستورية هيدا 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 اللزام اللي كان مخترح بيتركب انو بيوصل جبراء بسير الجمهورية عمر حلتين مواضحة بداش نقاش كتير انو ننتخل اول شيء عسعيط طايفي بعدين أكترية أوكي ما هو بيعتبر حليفه وعنده أكترية بيساحة معي أنا بيجي برأي جبراء شو هل نظريها بس شو ما أقفكن هلأ من الكلام عن رئاسة الجمهورية وانو بدأ الفريق الاخر يتحضر لمعركة الرئاسة وجمع السيد نصر الله حليفيه جبراء بيسيل وسلمان فرنجية في افطار وبعد الافطار صار في كلام واضحا انو في مرشح رئاسة لا لا هيدا اكبر مؤشر انو حزب الله لا يتدخل بالطوقف الأخرى وهو يعني فريق السياسي وله رأي وله كلمتور بس اني خبت رئاس جمهورية ايه خبت رئاس جمهورية بشيك طيب وحتى اشعار اخر رئيس جمهورية مارونة بس استاذبي لا شو يعني أصدك ببعرف اني واضحة لسه شو يعني حتى اشعار اخر رئيس جمهورية مارونة عبت شكك بانو رئيس جمهورية المقبل انو اذا ما فهمت لا لا انا عمقول هيتا ده دخل مباشر اوكي بالخيارات وخلتك ليش ليش بس ما كل القوى السياسية هي عجب ان تصوت على من هو رئيس جمهورية خلينا مرحلة 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 خلنا اول استحقاق خلق مجلس الميلي ونشوف بعدين كيف توزيع القوة ونرجع من قرر من من رئيس جمهورية بعدين رئيس جمهورية لبنان يستند الى معطة داخلة ومعطة خارجة معطة داخلة من معه اكترية ومعطة خارجة تسوية الاقلبية منتظر لش مستعجلي لبنان يعني يختزن العشرات الكفاءات مش محصورة بشخص واثنين رئيس الجمهورية شو ما افكر من الكلام عن ارتفاع اسهم رئيس طيار المراد سلمين فرنجي لرئاس الجمهورية نحترم كل المقامات برجع بالليك هذا الكلام بسأل موقفكم السياسة من ما هتخدم اني موقف لانه بعد اخذ اقرار بعد ما فيك بلال عضلة لا يشتهد احنا ضمن كتلة وضمن حزب بس يجي التوقيت المناسب نتشاور عنا رئيس كتلة رفيق تيمور جبلاط عنا نواب عنا قيادة حزب بنقعد ونتشاور وناخد عرار بس برأيك ومعنا بس ناخد عرار نحنا بكون عرار نعلن يعني ما منخاف منه طيب برأيك ستتكرر تجربة انه رئاسة جمهورية حليفة حزب الله مثل رئاسة ميشيل عون نلبو بكر نحنا بس ناخد عرار كان عرار مواجهة منع له ونكون تمسكين فيه وان كان عرار تسوية كان منقل ونشرح لها لدينا الجرأة بالاتجاهين تبهي التاريخ معروف طيب عم بسألك لأنه بلشت المعركة الرئاسة من هلأ بلشت وبلش الكلام عن يأما رايحين على مرشح حليف لحزب الله مثل جبران بسير أو سليمان فرنجية يأما مرشح تسوية من قائد الجيج وظيف هون تحن أقرب للرئيس الذي يحفظ وحدة البلد ويعيد انفتاحه على المجتمع العربي والدولة ويعيد للبنان مكانته وظيفته في المنطقة هل ترون بجوزاف فعون هو شخصية خليلي ما أعطي رأي لو بالشخص أعطي رأي سأرى ملتزم بخط وبيكتلي وبيحزب ما بدي يستبع الأمور برجع أعطي إحترام لكل الشخصيات من هم من قرأ بموقف رئيس حزب تقدم الاشتراك وليت جملات من يومين حول حزب الله أنه هو موقف شعبوي يعني غريب مرات يتهمون أنه نضع مواقف تسوي مرات يتهمون أنه نضع مرات تراجعية لأنه قبل الانتخابات كان فيه فترة طويلة كأنه هدن يعني بين لا نحن عالنا واستمر تنظيم ستوزيفين نحن وحزب الله فيه خلاف سياسي نحن دأبنا طول الفترة على تنظيم هذا الخلاف ونحن فيه أمور بالنعاشات بالليجان بالمجلس نتوافق نحن وياهم شو بده بنجلو المجلس بس مؤخرا فيه مواقف تسياسية بسياسية عاية ثقف آي بس هيدا ما كانت المواقف لا 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 طول الأمرة ما تغيري على أقل أنا ما أني جديد بالحزب ما تغيري بس ما ما رأيت مرات تتعلق لهجة شوية مرات تطولت شوية أنا معك بس هالمواقف ثابت ما تغير نحن موقع سياسي ونحن موقع سياسي آخر وهذا وهذا سيستمر بعد الانتخابات نيابية ولا يعني وبعد الانتخابات نيابية رح يضطروا الكل ترجعوا وتقعدوا على نفس الطولة هلأ قاعدين في مجلس نحن نتبهي نحن بالنسبة اللي قالنا اللبناني اللبناني بنحترم خياره بنحترم عقيدته ونحترم خطه السياسي نحن ما لنا ملنا الغائيين متل غيرنا بهذا الموضوع نحن كل مشكلتنا مشكلتنا اللي لماذا يقحى من لبنان في الخارج بالصراعات الإقلامية وعبتكون تقالي على البلد ما عم نقدر نحمل هاي دي الانزالات الكبيرة أكبر من حاجبنا هاي كل مشكلتنا نحن مع حزب الله نعم ولكن نقف حزب الله فصيل لبناني بمثل ناس عنده مؤسساته ما حدا فيه لغا حدا موجود ونحن بدي ذكري أصعب الظروف كنا نرفض عزل حزب الله بس كيف محالة دولية مشكلة سلاح حزب الله ودوره بس يخرج عن السراع مع اسرائيل شيء وهذا موضوع نيعاش ومشكلة وجود حزب الله السياسي بالعملية الداخلية هذا هذا بوضوع ديمقراطي طبيعي وجود طبيعي وكان كان فيه خلاف كبير نحن ويه بتصور حيستمر هنا وضوع تاني